بدوره قام صاحب السموة شيخ محمد بن زايدا لنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة تفقدية صباح اليوم لمدرسة حمدان بن زايد بمنطقة البطين في أبوظبي حيث طلع السموه خلالها على سير العملية التعليمية انطلاقا في يومها الأول ورافق سموه خلال الزيارة سموة شيخ عبدالله بن زايدا لنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إلى جانب عدد من كبار المسؤولين هذا وتفقد صاحب السمو لعهد أبوظبي الأقسام العلمية هو الصفوف الدراسية والمختبرات التعليمية والمرافق العامة للمدرسة التي تأسست عام 2006 وتعد المدرسة الحكومية الوحيدة التي تدرس فيها اللغة الصينية وذلك في جناح الصف الرابع كما تفقد سموه القرية المرورية أحد مبادرات المدرسة لتثقيف وتوعية الطلبة بالإرشادات المرورية بالإضافة لغرفة الفنون البيئية التي يتم فيها تحفيز خيال الطلبة بأشياء مفيدة ومسلية واكتشاف المواهب وصقلها على أيدي اختصاصيين ترجمة نانسي قنقر